اهلا بكل متابعي اشوط الثالث في كل مكان وحييكم احلى تحية موعدنا يتجدد على الهواء مباشرة عبر الشرقية نأخذكم الى هم الاحداث الرياضية وربما هذه الحلقة ستكون معظمها لمباراة العراق وشقيق العماني في بطولة الاردن الرباعية الدولية لكننا سنذهب في اولى متابعاتنا الى زيارة وفد كأس الخليج العربي الى البصرة اذ زار وفد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم السبت ملعب الميناء الدولي للاطلاع على اخر التطورات في اكماله قبل موعد افتتاحه ورافق الوفد في الزيارة من عام اتحاد الكرة محمد فرحان ومستشار محافظ البصرة واطلع الوفد الزائر للملعب على نسبة الانجاز في عملية انهائه بالوقت المحدد المتفق عليه واستمع الوفد الخليجي الى شرح مفصل عن الالية المتبعة في اتمام المتطلبات في الملعب من العاملين فيه وتقدم العمل بطريقة انولدت الارتياح لدى الوفد الخليجي حيث من المؤمل اتفق الجميع على ان تكون قرعة خليجي 25 في البصرة يوم 20 من الشهر المقبل اشتركوا في القناة طبعا بالبداية اشكر زمين العزيز اركان تقي على ارسالة هذه اللقطات لزيارة الوفد الخليجي اللي اترأس طبعا الوفد حميد الشيباني وايضا كان مع امين عام اتحاد كأس الخليج العربي جاسم الرميحي الوفد ولد ارتياح لمشاهدتهم التطور الحاصل في ملعب الميناء والبنى التحتية الجازة وبالتالي سيكون باذن الله تعالى خليجي 25 في البصرة رغم كل التحديات والصعوبات والمعوقات اللي يتواجه هذا الملف اهل البصرة يستاهلون الخير ويستاهلون كل الحب ايضا دور كبير لمحافظ البصرة الاخ اسعد العيداني ودور كبير ايضا لجميع العاملين في ملف ملعب الميناء والمدينة الرياضية لذلك نقدم كل الشكر الى الجهود المخلصة الرامية لانهاء هذا الملف بالطريقة اللي نبحث عنه اه ايضا سادتي الاحبة الرياضة العراقية تعاني الكثير الكثير من غياب الدعم وغياب الاموال لا سيما الاتحادات الغير اولمبية هذه الاتحادات اللي تتسجل حضور واسع لا سيما على المستوى الاسيوي والمستوى العربي اتحاد بناء الاتسام واحد من الاتحادات الرائعة اللي استطاع بفترة وجيزة ان يحقق الكثير للعراق رغم غياب الدعم المالي والدعم اللوجستي ودعم الحكومة الخاص من وزارة الشباب طبعا الى هذا الاتحاد لاعب منتخب بناء الاتسام عماد محمد ظهر في برنامج ظهيرة الجمعة اللي يبث عبر الشرقية يوم الجمعة الماضي وتحدث عن غياب الدعم الخاص الحكومي لرياضة بناء الاتسام رغم ان هذا الاتحاد يفثر بلقب بطولة اسيا لموسمين متتاليين وطالب عبر برنامج ظهيرة الجمعة ان تمد يد العون الى كل الرياضيين اذ تكفل عمار الحمداني بدعم لاعب المنتخب العراقي لبناء الاتسام عماد محمد المتوج بميداليات اسيوية وكان لاعب المنتخب الوطني لبناء الاتسام ضيفا في برنامج ظهيرة الجمعة الذي يعرض على قناة الشرقية شكى غياب الدعم للرياضيين عموما ولمشاركته بشكل خاص في البطولات الدولية التي كان يمثل العراق فيها على نفقته الخاصة قبل ان تزف مقدمة البرنامج بشرى تكفل الحمداني بمصاريف مشاركة لاعب المنتخب عماد محمد في البطولة العالمية المقبلة في اسبانيا خلال ثلاثة اشهر طبعا الخير بأهنة كثير ولله الحمد وهناك الكثير من العراقيين الغيارة يريدون ان يدعموا الرياضة ويدعموا الابطال واليوم عمار الحمداني يشمر عن سواعده ويدعم لاعب المنتخب العراقي لبناء الاتسام عماد محمد بمبلغ لغرض مشاركته في بطولة العالم اللي رح تنطلق في اسبانيا رغم انه انه اشيد باتحاد بناء الاتسام واشيد بدور رئيس الاتحاد الكابتن فائز عبد الحسن النائب الاول لرئيس اتحاد آسيا لبناء الاتسام ودعم زيونة جروب لكل الرياضيين الابطال وديمومة الانجاز والعمل الدقوب لغرض حصول العراق على افضل الانجازات لكن نرجع ونقول يعني دعم خاص من قبل فئة معينة مو حكومية بالتأكيد لا يوازي دعم الدولة وحجم دعم الدولة لذلك نبارك للاخ العزيز عمار الحمداني على هذه الالتفاتة ونتمنى الموفقية والنجاح ونتمنى ان يكون هناك دعم لهذه الاتحادات خصوصا الاتحادات صاحبة الانجاز على المستوى الاسيوي على المستوى العالمي فهذه مبادرة رائعة اتمنى ان تأخذ بنظر الاعتبار الى اهم الاحداث سادتي الاحبة وبتيكيد وحديث الشارع الرياضي العراقي مشاركة المنتخب الوطني العراقي في البطولة الرباعية الدولية ومباراة الاولى اللي لعبها يوم الجمعة امام شقيق العماني طبعا خسر المنتخب العراقي مباراة الاولى امام شقيق العماني بركلات الجزاء الترجيحية بعدين انتهى وقت المباراة الاصلي بالتعادل بهدف لمثله هذه المباراة جرت على ملعب القويسمة ملعب الملك عبدالله الثاني في الاردن الشوط الاول انتهى بالتعادل السلبي حتى حانة دقيقة 82 ليسجل منتخب عمان اولا في مرمى جلال حسن عن طريق عمر المالكي وبعد ثلاث دقائق فقط سجل ايمان حسين من رئيسية هدف التعديل لمنتخب العراق لينتهي اللقاء بالتعادل الايجابي بهدف لمثله وحسب ضوابط المطولة المباراة ذهبت مباشرة لركلات الجزاء الترجيحية هذه الركلات ابتسمت للأحمر العماني رغم تألق حارسنا جلال حسن وسيلاقي منتخب عمان الفريق الاردني اللي تغلب هو الاخر على شعيق السوري بهدفين دون رد بينما سيلاقي منتخب العراق نظير السوري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم الاثنين هذه هي طبعا الهدف الجميل اللي يسجل ايمان حسين لكن الفرحة لم تدم طويلا لاننا بعدها بوقت قصير خسرنا ركلات الجزاء الترجيحية رغم تألق جلال حسن اللي استطاع ان يرد ثلاث ضربات جزاء لكن للأسف اضعنا بقية الضربات وهذا هو حال كرة القدم نبارك طبعا للشقيق العماني حظ اوفر للفريق العراقي طبعا الخسارة تعودنا عليها بكل اسف الخسارة كثيرين يعتبروها منطقية قياسا للي صار فريق العراقي فريق مشتت الكرة العراقية مشتتة غياب التخطيط غياب المنهجية غياب تسمية المدرب اشوائية من يعرف راسنا مر جنة الدوري شو وقت رح ينطلق شم فريق رح يشترك شو وقت مباراة الافتتاح منو مدرب المنتخب القادم هل سيكون محليا ام يكون اجنبيا جدت الفلوس ما جدت الفلوس دخلنا بدهاليز الرخصة الاسيوية كل هاي اثرت بالتأكيد على وضع الكرة العراقية اللي ما شافت خير من سنة وانتو راجعين وبالتحديد منذ اقالة كاتانيش نعم كاتانيش المدرب الذي كان قد حقق نجاحات مع الكرة العراقية هو يوم امس يقود اوزباكستان للفوز على الكاميرون والامارات تخسر بهدف امام الارغواي والسعودية تتغلب على بورغواي ومباريات واحنا لحد الان الحمد الله والشكور جلال صد لنا كم ضربة نشارك بطولة الغرض منها تحسين الموقف يا جماعة الخير من تصفيات كأس العالم اللي ازدل الستار عليها من شهر خمسة من هذا العام واحنا الان مقبلين على شهر عشرة صار لنا خمسة شهر شنو اللي سوينا شنو اللي خططنا له شنو اللي وضعنا هل هناك مؤتمر صحفي طلعون قادة الكرة العراقية وقال يا جماعة الخير ترى اللي صار واحد اثنين اثلاثة وحكم علينا كلها تحكي وتنظر وانتظرونا على كأس العالم ستة وعشرين وكأس العالم ثلاثين وكأس العالم ستة وثلاثين يا بعل هالمستوى خذوها مني وانا لست بالمتشائم من اصعد الكأس العالم بعد ميس سنة ضوئية انا اقول لكم وفق المعطيات اللي نشوف وفق المستوى العام للفريق تشتيت ما كو مهارات نعم اكو لاعبين شباب تم دعوتهم لكن هي فرصة غير كافية طبعا بالتأكيد ويمكن هس البعض يقول لك مست تنتقد لين عندهم لعبة ويا سوريا لتحديد مركزين قررت عين القائمين على شؤون الرياضة قمنا ندور مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع وبطولة به اربع فرق شوف وين وصلنا رجعوا التاريخ العراق بالستة واثمانين شن من افضل الفريق العراقي بمونديال كيس العالم كان من بعد افضل اربعة وعشرين فريق وشوف هس احنا وين سر قمنا ندور مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يا جماعة شنو اللي دي يصير بالكرة العراقية يا جماعة ماكو مسؤول يطلع يقعد يقول تعالوا شنو اللي دي يصير ليش شي ليش عايفين الحبل على الغارب وكل من يطير طيور بكيف وكل من يخطط بكيف يا جماعة هذا مو منتخب وطنكم هذا مو منتخب بلدكم ليش الجماهير تذرف الدموع حزنا على تراجع الاداء ليش في شن منذ سنوات بخلق لاعب يوازي حسين سعيد والراحل احمد راضي والراحل ناظم شاكر والراحل ناطق هاشم وهذول العمال يقلي فلا حسن الله يطول في عمره وعلي كاظم الله يرحمه ليش في شن شنو الاسباب ماكوا واحد صاحب مسئولية كبيرة يقعد ويقول يا با شنو اللي دي يصير يا جماعة يؤسفني يؤسفني راح اقول هذه الكلمة وهي محسوبة علي لان انا جزء من هذا البلد وهذا المنتخب اللي يمثني ويمثل كل العراقيين مع الاسف صرنا مضحكة مع الاسف الشديد وعذرا لهذه الكلمة حتى المباريات اللي اللي دنخوضها ما اعتزازي بالمنتخبات انت تجي القابون ومدر منه وغندة ومعرف ايش زي ليش هاي منتخبات تجي وارد تلعبوا يا ألمانيا وبورقواي والأورقواي وسبانيا واحنا مواعدين راح يلعبونا ويا المكسيك ان شاء الله اذا الله رات سبحانه وتعالى وطعنا العبر عموما لا اريد ان اخذ جزء ليناني بقلبي ويا حد شي ونقول مواك ننتظر مباراة سوريا ولكل حادث حديث نذهب الى ردود افعال اللاعبين العراقيين وايضا نزار اشرف المدرب المساعد للمنتقب الوطني وما تحدث وعقب الخسارة لزميننا بكر الدهان نتابع مبروك للمنتقب العمان اردلك منتقب العراقي اعتقد قدمنا مباراة تعرف يعني فريق اغلبية لاعبين شباب ارتقى انه الكادر التدريبي انه يضطى فرصة لبعض اللاعبين قدموا ما عليهم اعتقد انه المباراة كنا مرس حق انه نقصر لكن ركلات الترجع دائما تكون بها التوفيق الحمد لله وشكر الله ما وفقنا ان شاء الله عندنا مباراة قادمة علينا ان نفكر المباراة القادمة علينا انه نظهر انه نحقق نلعب كرة قدم النتيجة ومهمة بالنسبة لنا علينا انه نظهر بأداي باسم المنتقب العراق هذا ليس عذرا ولكن فترة التعداد كانت قصيرة خمسة ايام فقط معظم اللاعبين يعني الدوري لم يبتد عندنا بالعراق وبالتالي اللياقة البدنية لم تكتمل وعلي من دخول بالمنافسة تسبب في هبوط اللياقة البدنية بالشوط الثاني لكن مع هذا وصل للركلات الترجيحية بعض اللاعبين اقفقوا وهذه حال كرة القدم والركلات الترجيحية طبيعية نعم حارس المرمى كان بمساوجي جلال قدر انقل ثلاث كرات وفي كرة القدم عندما يعني حارس المرمى ينقل ثلاث ركلات جزاء معناها تيجبا نفوز ولكن كرة القدم بيها مفاجهة بيها اشياء كثيرة نتمنى المباراة المقبلة نقدم مباراة بشكل افضل ان شاء الله الحمد لله يعني قدمنا مستوى زين اليوم وان شاء الله مباراة قادمة نقدر نحق نتيجة احسن كيف اشهر تتعامل الكادر القديم مع المحترفين كل جن يعني احنا مو محترفين بس يعني كنا اخوان فماكو فرق بين المحترفين المحليين احنا حلقة الواحد و يعني احنا كلنا مع بعض يعني هذا ما تحدث به الجميع و الكابت النزار اشرف نوجه للتحية يقول هي خمسة ايام وبالتالي يعني هذا اللي صار و كابت النزار الله يكون بعونك ننتظر المباراة سوريا و لكل حادث حديث ايضا علي جبار النائب الاول كان الى تصريح تحدث ايضا لذات السبب قلة الاعداد عدم التحاق اللاعبين احنا الاعذار عندنا جاهزة و موجودة هنا فمن نخسر احنا بينين يعني ان شاء الله و الله كريم و هذا ملينا من هاي الاستوانات و مو ما نتابع ما تحدث به الاخ علي جبار الظروف اللي حاطت بالمنتخب انت أعرف ما حصل على فرصة يعني كادر تدريبي للتدريب كافية يعني و عدم اعطاء اللاعبين للمنتخب و كذلك الفتح كانت قصيرة جدا بحيث ما قدر الكادر التدريبي يعني ان تتوفر له في المساحة كافية للتدريب و من ثم مثل ما اتعرف احنا منتخبنا في حالة تجديد تام يعني تقريبا اكبر من نصف الفريق و كان من اللاعبين الشباب مع ذلك قدموا و هذا بالتأكيد هؤلاء اللاعبين راح يكون لهم اثر كبير في المستقبل القريب للمنطقب الوطني علينا ان ندعمهم علينا ان نغف بجانبهم علينا ان نوفر لهم بالمستقبل من اجل ان يكون من ان يكون منتخبنا من المستوى المطلوب ان شاء الله كابتن علي ان شاء الله ننتظر من عدكم المزيد المزيد سادتي الاحبة ايضا المنتخب الاردني الشقيق تحت قيادة المدرب العراق الكبير عدنان حمد استطاع ان يحقق فوزا مثيرا على شقيق السوري بهدفين دون رد في المباراة التي تلت مباراة العراق و عمان اذ حقق منتخب الاردن فوزا ثمينا على المنتخب السوري بهدفين دون رد في المواجهة المثيرة التي اقيمت ايضا الجمعة على ملعب القوسمة وسجل هدفي منتخب الاردن احمد سمير في الدقيقة الخامسة والعشرين و يزن للنعيمات في الدقيقة اثنين واربعين وبلغ منتخب الاردن مستضيف البطولة المشهد النهائي حيث سيواجه عمان فيما سيلتقي منتخب سوريا منافسه العراقي لتحديث صاحب المركز الثالث والرابع ووقف الحظ بوجه المنتخب السوري بعد ان اضاع اهداف محققة خصوصا في دقائق الشوط الثاني عن طريق مهاجمه عمر السومة اللي اضاع فرصا سهلة كادت ان تقلص النتيجة لهذه المباراة هذه اللقطات طبعا لهذه المباراة اللي كانت مثيرة ورائعة قدم فيها المنتخبين مستوى رائع جدا الحظ عبس بوجه الفريق السوري عمر السومة لم يكن في برج سعده محمود المواس كان بعيدا الفريق الاردني استغل خطأين للحارس واستطاع ان يسجل هدفين في دقائق الشوط الاول من المباراة الفريق السوري في الشوط الثاني حاول ان يسجل شيء لكن عمر السومة لم يحالفه الحظ وبالتالي خسر المباراة بهدفين دون رد نبارك للفريق الاردني الشقيق وللكابتن العزيز عدنان حمد هذا الفوز وحظ أوفر للفريق السوري اللي رح يلاقي المنتخب العراقي بإذن الله تعالى يوم الاثنين طبعا برنامج الشوط الثالث رح يبث لحضراتكم يوم الاثنين بعد مباراة العراق وسوريا يعني ما رح يبث في الساعة السادسة كالمعتاد بتوقيت العاصمة الحبيبة بغداد بل سيبث مباشرة بعد انتهاء مباراة العراق وسوريا أيضا الفريق العراقي أدى الوحدة التدريبية بعد انتهاء مباراة مع عمان واللي انتهت لصالح الفريق العماني إذ خاض المنتخب العراقي وحدتين تدريبيتين صباحية ومسائية بمكان إقامة المنتخبات المشاركة في فندق جنسي في العاصمة عمان واشترك 12 داعب بإشراف مدرب اللياقة البدنية واقتصرت على تدريبات القوة لللاعبين اللي ما شاركوا في مواجهة عمان وتم تقسيمهم وفق دقائق مشاركتهم في مباراة عمان وجاءت تدريبات بقية اللاعبين مكثفة تخلى لها الوقوف على الجوانب التكتيكية وتطبيق الجمل الفنية من خلال التدريب في نصف ملعب ثم 3-8 خططية في الثلث الأخير من جزء الملعب في تطورات عاجلة قررت اللجنة المنظمة لبطولة الأردن الرباعية نقل المباراتين المقبلتين من ملعب الملك عبدالله الثاني في القويسمة إلى استاد عمان الدولي وفي التوقيتات السابقة نفسها حيث يلعب العراق أمام سوريا في الساعة السادسة يوم الاثنين بينما يلتقي المنتخبان الأردني والعماني عند الساعة التاسعة على نفس الملعب من ذات اليوم إذن سادتي الأحبة محورنا رح يكون بالتأكيد على مباراة العراق وعمان الخسارة اللي تعرض لها الفريق العراقي أمام شقيق العماني بركلات الترجيح استمرار تراجع نتائج الكرة العراقية المستوى العام اللي ظهر بالفريق بمشاركة بعض الشباب اللي تواجده في صفوف المنتخب للمرة الأولى أسئلة كثيرة سنربيها في ملعب ضيفي الكريم اللاعب الدولي السابق والمدرب الحالي الكابتن أركان نجيب الذي ينضم معي عبر سكايب من تورينتو الكندية كابتن أركان مرحبا بك ضيفا كريما في الشوط الثالث عبر الشرقية مرحبا أستاذ محمد تحياتي لك وإلى كل متابعين برنامجك المميز سعداء جدا كابتن أركان وبس بالمصائب نتلاقي يعني اليوم بتأكيد مصائب بطولة الأردن خسر منتخبنا الوطني بكرة القدم لقاءه الأول في بطولة عمان الدولية من المنتخب العماني بركلات الجزاء الترجيحية بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابية وسيخوض المنتخب الوطني لقاء تحديد المركز الثالث والرابع أمام المنتخب السوري والذي مني بهزيمة من المنتخب الأردني بهدفين نظيفين ولم يكن عامل الوقت بصالح المنتخب الوطني قبل انطلاق البطولة إذ عسكر الفريق العراقي في بغداد بعدد قليل من اللاعبين ولم يخذ سوى مباراة وحيدة ضد نادي الشرطة وخلت تشكيلة المنتخب من عدة عناصر أساسية معتمدا على بعض المحترفين والمحليين في أول تجربة للكابتن راضي شنيشل والذي أشاد بالأداء وأكد في ذات الوقت أنه مدرب طوارئ للمنتخب الأول وأن مهمته الأساسية تتركز مع المنتخب الأولمبي لذا سينتظر المنتخب الوطني تسمية المدرب الأجنبي القادم بمعرفة مصير الفريق شكراً زيد على هذا التقرير أعود لمحاورة ضيف الكريم الكابتن العزيز أركان نجيب كابتن أركان خسارة العراق أمام عمان أين نضعها في سيناريو الكرة العراقية؟ يعني حقيقة موضوع النتائج في هذه الفترة خصوصاً بعد تأخر الاتحاد الغير مبرر في تسمية الكادر لفترة طويلة كنا متوقعين أنه لا يظهر المنتخب بشكل قد يكون يليق بسمعته وعلى الأقل على ضوء هذه البطولة التي تضم منتخبات تاريخياً لا تكبرنا بالتاريخ ولا تكبرنا بالمستوى إذا كنا في وضعنا الطبيعي وبالتالي كل المعنيين حضرتك والنقاد واللاعبين القدامة والمحللين يعني اتفقنا أنه تكون هذه البطولة وتحدثت فيها في آخر اللقاء معك أنه تكون فترة مهمة لتجريب كثير من اللاعبين اللي شاهدنا تمييزهم بالدوريات الخارجية هم اللاعبين المحترفين المحترفين بالخارج المحترفين الموجودين في قطر أو في إيران أو في أي مكان ويعني مطالبنا هذه ليست لدعم جهة معينة وإنما لاختيار اللاعبين الأكثر جاهزية أنت تعلم أستاذ محمد للأسف من أحده تخبطات الاتحاد الحالي هي لحد الآن الدوري لم يحدد الدوري لم يعني يباشر فيه وبالتالي ما عندك لاعبين جاهزين على المستوى المحلي باستثناء الفرق والأندية اللي يمكن عدة مبكرة يمكن الزوراء عدة مبكرة الجوية نوعا ما وإنما يكون الإعداد مبكر ما رح يكون اللاعب فيه فورمة فورمة المشاركات مثل مثلا اللاعب الأردني اللي الدوري تقريبا رح يبلش المرحلة الثانية مثل اللاعب العماني اللي الدوري مستمع باستثناء المنتخب السوري اللي يعاني نوعا ما مثل مشاكلنا تغيير المدربين تخبطات تغيير الاتحادات وهذه الأمور وبالتالي يعني كنت أنا متوقع أنه أشوف أداء يعني متواضع هو يعني حتى لا نظلمهم بتجريب أسماء جديدة ولو الناس يعني صار فترة تجريب وتجريب اليوم يعني أكثر من مرة من أجي أشاهد ترى إحنا كل اللي جربناه في هذه المباراة هما لاعبين يعني خاف الناس تفكر أنه تغيير وتجديد وكذا التشكيلة بشكل عام مرخاص وآلاي هما الوحيدين اللي لم يلعبوا منتخب وطني وبالتالي بس آلاي اللي هو منتخب شباب مرخاص قبل شهرين كان مع المنتخب الأولمبي ومنتخب الأولمبي تقريبا منتخب وطني وهو لاعب على مستوى عالي كنا نتمنى مشاركة البقية اللي هما يعني اللي موجودين بالدور السويدة يكون أكثر من لاعب بعد موجودين نتمنى أن نشاهدهم غدا أكيد وبالتالي حتى يقف الجمهور وتكون المقارنة بين اللاعبين الجاهزين اللي دائما نطالب بهم واللاعبين اللي استمرين بتجريبهم ولم نحصل معهم على شيء هذا جانب الاختيار اللاعبين أما جانب التدريبي والتكتيكي وانت تعرف وانت لاعب سابق من الصعب أنه يأتي مدرب ويأتي يسوي لك هذه التوليفة ويأتي يسوي لك فريق ويوقفه بشكل صحيح في تسع أو عشر وحدات تدريبية طيب كاتنر كان يعني عفوا في صميم حديثك وما تفضلت به إحنا ليش نخلي نفسنا بعنق الزجاجة إحنا خلصت ارتباطاتنا الرسمية بكأس العالم منذ شهر خمسة ولعبنا مع سوريا آخر مباراة بشهر خمسة يصير إحنا من شهر خمسة لشهر تسعة لا تجمع لا أعداد لا خططية لا استراتيجية لا مناجية كل المنتخبات بالعالم عندهم الفيفا دي مباريات يعني خلصوا الله على الاتحاد لعبنا ويا أغندي على ملعب المدينة ثم بعديا إحنا الآن دا نتحدث على قضية وآني ياك متفقين بيها وحكينا مرارا وتكرارا أنه ماكو استراتيجية ماكو منهجية ماكو خططية هذا الموضوع المفروض الاتحاد يرسم طريقة يعني هس حضرتك أنت دا تحكي وآني وياك ما أقدر أحمل اللاعبين اللي خاضوا وحدتين تدريبية وثلاث وعدات تدريبية وتعالوا لعبهم في بطولة بحجم بطولة رباعية لهم اللاعبين ضحية التخطيط كابتن طيب اللاعبين المنتخب ضحية تخطيط الاتحاد ولاعبين الأندية إذن إحنا متفقين إحنا متفقين هنا نعم تفضل كابتن إحنا مشكلتنا إدارية أستاذ محمد وإحنا دائما نحكيها هي أنت شون رح تبني بالأندية إذا الإدارات كلها كل إدارة 80% من عدهم ما لهم دخل في التخطيط وما لهم دخل في إدارة أندية وشون رح تبني بالاتحاد وانت في ظل هاي التخبطات الدستير مثل ما تفضلت حضرتك مدارة منتخب صالي 4-5 شهر ما مسمي الدوري مالتي لحد الآن ما صافي 20-18-24 لحد الآن موضوع التراخيص لحد الآن موضوع الديود كثرة هاي التراكمات رح تود الكرة العراقية للهلاك ترى هلاك الكرة العراقية مو بس المنتخب العراقي المنتخب العراقي حال حال أي منتخب ممكن يخفق ممكن ينجح ممكن يتعادل وبكلها لكن لكن الهلاك في الكرة العراقية هي هاي الأجيال اللي تتروح اللي بدأت أخذ فرصتها بسبب عدم التنظيم بسبب عدم وجود دوري فيها شابتنا حبيبي خل نحكي بالمباشر هس إحنا ما عدنا شوية لأخ رئيس الاتحاد الله يحفظه وإحنا كنا دائمين إليه بس الرجل ما متفرغ عمي عمي هو العراق تجول على الاندية يا جماعة الخير ترى الاتحادي الرادل رجل متفرغ رجل لازم أكو اجتماعات ترى هذا منتخب العراق يا جماعة ترى الأخ العزيز الله يحفظه هو وزير ترى الأولويات للوزارة مو لاتحاد الكرة وبالتالي هو جرد كل أعضاء الاتحاد الآن من اتخاذ أي خطوة في غيابه يعني ليجتمعون ليخططون ليحددون ليحشون ليقولوا إلا هو موجود زيني ذا هو 24 ساعة بالوزارة هذا ما حذرنا وهذا ما قلنا عليه ازدواجية المناصب ده ندفع ثمنه الرجل لو يتفرغ ترى اتحاد الكرة يوازي ويساوي وزارة بحجمه جمهورية كرة القدم كابتن أركاني جمهورية كرة القدم يعني وانت حضرتك أحد لاعبي المنتخبات الوطنية وتعرف والجمهور العراقي العراق كله يشق ويتنفس كرة قدم وإحنا أهل الكرة الناس ما بتفرغين يعني هذا اللي دي يصير كابتن اتحاد كرة القدم نعم يخاطب شريحة كبيرة ليس فقط بالأعداد وإنما بالفعاليات اتحاد كرة القدم لديه مهام كثيرة للأسف احنا لم ننجز عشرة بالمئة من عدها ولم ولم نكون أصحاب موقف في كثير من المواقف وبالتالي يعني أنا ما عرف هاي دائما يعني مشكلة مثل ما تفضلي دائما نلتك بالمصائب الأحاديث كثيرة في هذا المجال وتعبنا والله وملينا ملينا من الكلام بهذا الاتجاه لذلك أنا من الناس بديت أبتعد عن هالأمور يعني أكيف من أكل لقاء بكلام فني على الأقل في مجالنا لأننا نحن لا شغلت ولا شغلتك الأمور الإدارية صحيح بس هل قد ما خلونا في أمور تعبنا تعبنا أمور بسيطة حسن بالفترة قلت لك يعني عفوا مسأخي لملاحظة أمامك ورح أترك لك الحديث يعني الإمارات الشقيق يخوذ مباراة أمام الأرق واي والعراق يلعب وينادي الشرطة يفوز واحد صفر السوريستوم يقول ونجي نشارك هذا موضوع بس أريد أقول لك والباقي إليك بعد تفضل هذا موضوع أنه رجعنا أنه نلعب هاي المباريات مع الأندي هاي الموضوع يعني صار بالثمانينات وبالتسعينات ما أعرض هاي يعني أول مشكلة بعض المدربين القدامة لحده أن يأيدون هاي الفكرة يا أخي يعني هذا الموضوع انتهى موضوع التجمعات موضوع الهجوم على الأندية والله ما نطورنا لاعبين هذا اللاعب أنت فكر شون تتابع هاي الأندية اللي أغلبيةها فازدة فكر شون تأسس دور فئات عمرية فكر شون تسمي مدربين على مستوى عالي للفئات العمرية لا تسمعون من الناس اللي بس لازمين منصات تواصل إمار إحنا نريد مصلحتكم إذا إحنا نفتهم هلقيت أغذوا كلمة من عندنا يكون أكبر من عندي يفتهم وأكبر وأكبر يسمعوا هذا الكلام ترحنا ش داخل بجيبي ولا بجيب محمد ناصر ولا بجيب أي شخص ثاني غير مصلحة تذكر على العرافية نعم كابتن أركان دعني أوجه سؤال لحضرتك سؤال فني يمكن الكثير أن يقول لك المباراة من وصلت للتعادل خرجت من المدرب وصارت بأقدام اللاعب ومهارته واستعداداتها النفسية أرجع وأقول يعني جلال بارك الله بكفه ووفه صدنا ثلاث ضربات رغم أن الحكم يعني جامل بإعادة الضربة اللي صدها جلال لأنه شفناها أكثر من مرة ما بيها أي مجرد لا ما بيعيش زيان نعم يعني أي عقل لاعب منتخب عراقي أربع مرات يضيع بس الضربات كابتن أركان زيان شو نوصل منتخب وطني هذا شو اللعب دوري كرة ممتاز وضربت جزاء أربع لاعبين من المنتخب العراقي يضيعون ضرب هس تجي يطلعوا لك يقول لك وشكوا بيها بلاتيني ضيع وزيكو ضيع وما تجي يا جماعة هاي هس ذي شي يعني مثل ما يقول كانت أكو ضغوطات وخوف كأس عالم ونهائي زيان هال المباراة شكرا هو ساني داع 14 واحد كان حاضر هال المباراة نعم كابتن تفضل بالتأكيد يعني أنا أتعجب أنه المباراة لم تكن ضمن يعني ضغوط كبيرة دعم والمباراة فعليا في وقت الفيفا داي انتهت بالتعادل يعني أنت كتصنيف أخذت نقاط التعادل دعم أما ما بعد هذه هي تكملة للبطولة وهي البطولة بكل حوال سواء اللعبة غلبة أو خسارة أنت جاي حتى تلعب مبارتين ودية دولية دعم وبالتالي المفروض اللاعب يكون يعني يعني أهدأ بكثير يعني مركز بالشكل الكبير هل المنتخب يعني ضمن لواء هذه البطولة أنه التعادل يروح مباشرة لضربات الجزاء هل الكادر يتعامل مع هذه المسئلة بعملية تدريبهم متفق عليها متفق متفق عليها لا 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 أعرف هذا الشيء هو ده أقول لك هل الكادر عمل على تدريب كثير من اللاعبين على ضربات الجزاء وتهيئتهم هذا الموضوع هاي ما ندري بعدين موضوع موضوع راحت للجزاء وطلعت من الكادر هذا موضوع هميا ما الثمانينات وسبعينات بعد ما ضربت الجزاء أيضا إلها أصولها لا ومسؤولية المدرب مسؤولية المدرب نعم ترى في الأندية في البريمير ليغ أو في الدورة الإسبانية الناس تأخذ اللاعبين لكل مباراة منه يسدد دائما عندهم المميز ويعرفون كم مرة سدد في جهة اليمين كم مرة سدد في جهة اليسار يعرفون الحارس وين نقطة قوته ترى ضربت الجزاء أيضا صارت تدرس لأن هي مسألة مهمة لإنهاء كثير مباراة كثير من الأندية والمنتخبات تعتمد على ضربات الجزاء لتحقيق الفوز توصل الممباراة إلى التعادل حتى توصل الفوز ضد الفرق اللي ما تقدر تجاريها بالمستوى الفني نعم نعم كابتن أركان بعد إذنك رح نستوقف قليلا لنتابع آراء الجماهير العراقية من أبناء جالية العراقية اللي كانوا حاضرين في ملعب الأقويسمة والتقى بيهم بكر الدهان وتحدثوا من ضمنهم طبعا لاعب المنتخب الوطني مصطفى ناظم اللي ما عرف شين هالفيتو على عدم استدعاء رغم أنه هو الآن متعلق بالدول الأردني نتابع هذه اللقاءات اللي أجراها بكر الدهان فور انتهاء مباراة العراق وعمان ونعود لمواصلة الحديث مع ضيفي الكابتن أركان نجيب ابقوا معي هارب لكم منتخبنا أتمنى أنه يكون أداء أفضل بمباراة المقبلة أغلب المنتخب اللاعبين جدد فرصة جديدة نتمنى لهم التوفيق يمكن يعني كان المنتخب عماني خلي نقول مستعد بشكل أفضل وكانت المباراة متكافة خلي نقول فقط الشوء الثاني كان يعني ممكن المنتخب عماني حصل كم فرصة لكن قدرنا أنه نرجع بالمباراة وهذا شيء مهم أتمنى اللاعبين للتوفيق اللاعبين الجدد وأتمنى أنه منتخبنا يرتقي وضع أفضل باش قلتكم عينكم على الكرة العراقية وعينكم على هذا الجمهور اليوم اللي خسرت البطولة لو العراق رايحت أول أول الثاني كان يوم الثاني من العب يقبط يلا قولة مهدي المشجع عنده كلمة قديمة كل شيء العراق ضع يروح أنا قلته بس إن شاء الله نقول ما يروح إن شاء الله يبقى العراق والعراق يستاهل أن يكون أسد بس عندنا لاعبين شوية قضية بجوازاتهم عالجوها أسدتون لماذا تعالجوها خاطف يدوكم بالمنتخب ويكلوا لعب زينين بالمنتخب ما جبتوهم ويكلوا لعبين مثل لعبين الشرطة أكوار لعبين يلا موفقين إن شاء الله والله الحل لا الحل محمد الناصر شو يقول أبو علي خليه يقول نحن شفنا اليوم المنتخب بأداء يعني صراحة تفاجأنا بأداء غير جيد ومستوى متذذب نحن نطيم العذر للمنتخب أولا بدماج جديدة وشباب جديدة وشنا نتأمل منهم الأكثر لكن ما شفنا بهم يعني ما شفنا بهم اللاعب اللي شنا نتأمله يعني الأسماء والضجة الإعلامية ذوله الواعيب مختربين ذوله محترفين بدوريات أوروبية مع الأسف يعني أكثرية المواقع اللي كانت تروج اللي ش لاعبين والذولة واعبنا اللي شنا نقدر نستفاد مثلا بشار رسل اليوم كان مقانة فارغ يعني بوسط الميدان الملعب فارغ الوسط أمجد عطوان واحدة يركض والمنتخب اللي نبين به عندك مهاجم وحيد يصير منتخب عراق قامل منتخب العراقي عنده مهاجم وحيد أيمن حسين سيد راضي أنت لعب منتخب قديم هاي الطوبة الطويلة شنو معناها ألعب على الباص الأرضي ثانيا عايفين أيمن وحدة يعني أيمن حتى ذاك الطوبة برأسها وين المهاجم الويها والرأس الحربة الصريحة اللي عندك أخي ألعب على الطوبة الأرضية ألعب على الطوبة الأرضية ولعب مهاجمين اثنين مع ترامل فريق العمان تلت لعبوا الفريق العمان من تلعبوا وين البرازيل ماذا تسوي باس أرضي ثاني مهاجمين رأس حربة قوي والعب برهاوة يعني اجدعوها الخوف متعودين أنه دائما انشتت فوق العالم اتطورت وصلت إلى ما عرف إلى وين وإحنا متعودين على الكرات الطويلة هاي اسلوب نقارضي يعني احنا نتمنى أنه نتعاقد ويمدرب أنه أكثر خبرة من كابتن راضي تمام مع ترامل الكابتن راضي بس الكابتن راضي مراح نوصل معاه لأي مكان والكابتن يونس محمود قبل فترة دا يقول احنا نصعد المونديال 26 احنا على هذا المستوى ما راح نصعد لا مونديال 26 ولا حتى 30 لأن المستوى ما اكتو أي مستوى يعني اليوم المنتقب العماني يعني أكلنا أكل يعني ما كان أنه مقابلهم أي منتخب يعني للأسف الشديد وصل اليأس عند كل الجمهور العراقي وخصوصا أبناء الجالية العراقية في الأردن أعود إلى أركان أركان أكيد كلام مؤلم يعني تحدث به الجمهور العراقي سيترك لك التعليق على ما استمعت من الجمهور اللي أصبح عنده حالة وعي كابتن أركان نعم كل الأرامة محترمة ومثل ما تفضلت الجمهور اليوم صار بعد الامتتاح لك بيه صار واعي وصار يعرف شنو التكتيك وش صار يعرف شنو الأكتيارات صار يعرف شنو كل هذه الأمور وبالتالي يعني هي كثرة الأخفاقات يعني لم تولد يعني في مباراة عمان يعني هي الوضع اللي صار في الفترة السابقة من تقبطات في تغيير الكوادر التدريبية تغيير أكثر من خمسين لاعب بتجربتهم بشكل غير منسق يعني يعني احنا ما عرفنا كيف نستفاد لا من اللي موجود برا ولا اللي منتجهز من المحلي ولا اللي موجود بالاحتراف في الدول القريبة من عندنا ولا جهزنا هذا المزيج لأن دائما ما عدنا مشاكل في الاستدعاءات دائما ما عدنا مشاكل في المحسوبيات مثلا مثلا اتفضلت اليوم مصطفى ناظم مثلا جاهز في الأردن ما اهتم له اجيب لاعب لحد الآن في فترة الاعداد ولاعبة في هذا المركز أنا ما أقصد أنه مصطفى أفضل من فلان لكن أنا دائما نرجع ونقول الجاهزية صحية بطولة وديها صحية لكن يظمنا في فدي لكن نحتاج لعودة الروح لمنتخبنا يجب كان العمل على هذا الموضوع أنه أنت لا تقول ها والله بطولة وديها رح تحشون لا هي بطولة وديها أوكي وجرب ناس أوكي لكن جرب ناس جاهزة حتى ما ينظلم لاعب جم لاعب ما يصيران يلاعب مثلا أمجل يملاعب مجاهز بدنيا أو لاعب مثلا مناف يملاعب مجاهز بدنيا وبالتالي هذا ما رح ينطيك في الوضع اللي ينطيك اللاعب اللي جاهز أكثر نعم احنا مشكلتنا في عملية الاختيار صعبة جدا عملية الاختيار الكابتن راضي الرجل يجي وقبل بهذه المهمة صح هو فكر بها مهمة وطنية وكذا لكن احنا كنا اتفقنا أنه يا يجي مدرب ويكمل ويستفاد من ثلاث مباريات على مستوى عالي بالضبط في الفيفا دي لو ما أجي أصلا يعني حليل متى زين قلنا ما يخال بسموا راضي وأخذ بعد تسمية راضي تقريبا عشرين يوم وخمسة عشر بهذه الفترة يا خون تجيبوا مدرب وقعدوا على المدرجات خليه باوع عن كفب وعن فروب أنه من اللاعب الجاهز ترى الفيديو وأستاذ محمد ما تفيد أي شيء بكرة القدم لو تجيب ألف فيديو ما أعرف اللاعب إذا ما أقعد على المدرج وأشوفه بعيني وأشوفه أنا بالتلفزيون أشوف الكرة من جهة اليمين ما شوف مدافع اليسارج ليسوي بس أنا بالملعب أعرف هذا شون دي يتحرك شون دي يضم شون بالحالة الهجومية شون دي ينطلق شون دي يرجع كرة القدم مو متابعة لاعب بالسويد عن طريق قناة تنقلي المباراة كرة القدم اللاعب بالسويد أدز لجنة أدز مدرب يروح يشوفهم ويشتر عليهم واحد طيب كابتن أركان أفهم باختصار باختصار دايحين بدول أوروبا نعم باختصار عندنا دقائق قليلة ويا حضرتك وأنا سعيد جدا بحضورك الكريم مباراتنا أمام سوريا كيف تنظر إليها في ظل المستوى الكبير اللي ظهر به المنتخب السوري أمام الأردن صاحب الأرض والجماهير يعني المنتخب السوري يرغم خسارته يعني قد تكون قاسية قياسا بالوضع الفني وأن يتفق معك يمتلك لاعبين على مستوى عادي خاصة بالثلثة العجومي أعتقد المباراة ستكون أقوى من مباراة اللي تفاجأت في مستوى سلطنة عمال صراحة أعتقد أنه على الكادر التدريبي أن يعي أنه هذه المباراة ليست قدية فقط المنتخب بحاجة لعادة الروح حتى يستمر بشكل صحيح حتى اللاعبين أيضا تعود لهم التقى بنفسهم إحنا مشكلتنا الضغوط والوضع والخسارات أثرت كثير على مستوى كثير من اللاعبين شوفه بالنادي يتألق ويجي بالمنتخب ما يلعب وبالتالي هذا لاعب يعني لا هو لا يصلح للمنتخب الوطني لأنه لا يتحمل الضغوط اليوم لاعب المنتخب الوطني يجب أن يتحمل الضغوط يجب أن يكون موجود في المحافل الدولية يجب أن يكون موجود من يجي ضربة جزاء ويحسن مباراة ليس أن أجرب لاعب خمسين مرة يضيع جزاء ويجي أنطي مثلا أول ضربة جزاء يجب أن تكون الخيارات موفقة بعيدا عن المجاملة وبالتالي نتمنى لهم الموفقية ويستفادوا من هذه المباريات لتغيير أفكارهم على كثير من اللاعبين وتغيير أفكارهم على كثير من الناس اللي يجب أن تعمل مع المنتخب أو لا تعمل نعم كابتا نار كان نجيب أني أتقدم لك بشكر جزيل على حضورك الكريم وأيضا فرق الوقت الطويل لكن سباق دائما أتمنى لك الموفقية والنجاح وأن تكون حاضر دائما في جميع برامجنا طبعا قبل الختاب سادتي الأحبة حدود النقد اللي إحنا دا نوجهها من البرنامج بدافع المحبة بدافع الانتماء لوطننا لمنتخبنا لذلك بعض الأقلام القلة الرخيصة اللي تحاول أن تصطاد بالمياه العكرة يا جماعة ترى الإعلام وظيفته أن ينتقد الانتقاد المهني البناء الداعب وليس النقد الهدام وليس الانتقاص لذلك نحن بحكم الخبرة المتواضعة اللي تسلحنا بيها من خلال عملنا ومن خلال يمكن حياتنا الرياضية قدرنا نعرف الآن بعض الأمور اللي تأهننا أنه إحنا ننطرئينه وأيضا نستمع إلى أراكم لذلك هذا منتخب وطننا هذا منتخب بلدنا هذا منتخب شعبنا اللي دا نشوفه لا يليق لا بمكانة العراق ولا بسمعة العراق ولا بتاريخ العراق يا جماعة مو هذا الفريق العراقي يعني إحنا شوكت رح نفوز وش وقت نفرح جماهيرنا وش وقت رح نقدم أداء يرجعنا إلى الماضي الذهبي يعني كل الدول تطورت واتطورت واتقدمت وإحنا دا نرجع بك ما أعرف يعني الأسباب كثيرة ما عندي وقت حتى أتحدث لكن سننتظر يوم غد قلوبنا مع الفريق العراقي إن شاء الله مع لاعبينه وإن شاء الله يقدموننا المستوى اللي لبي طموحاته الجماهير نحتاج إلى بسمة وهذه المباراة إن شاء الله أمامي شقيق السوري بغض النظر عن الفوز وعن الخسارة لأننا سنلعب أمام أخ لكن نبحث عن الأداء متع جمهورنا العراقي ترى العراق الله للطوبة سادتي الأحبة وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة اللي آمل أنها لترضاكم أذكركم سادتي الأحبة يوم غد ستبث حلقة الشوط الثالث عبر الشرقية وعلى الهواء مباشرة بعد انتهاء مباراة العراق وسوريا مباشرة لذلك نسترعي انتباهكم سادتي الأحبة أنقل لكم تحيات جميع من كان معي في هذه الحلقة في استوديو البيث في الكونترول وأيضا مخرج هذه الحلقة المبدع قحطان الطائي ومني أنا محدثكم محمد إبراهيم الناصر على أمل اللقاء بكم بإذنه تعالى يوم غد بعد مباراة العراق وسوريا لنتمنى الفوز أن يكون عراقيا بإذن الله حتى يوم غد أقول لكم بملا